بسم الله الرحمن الرحيم ايه مهمة البنوك المركزية في العالم البنك المركز المصري وكل بنوك العالم بنوك المركزية المهمة الاولى ليه يواجه التضخم رقم واحد ليه عشان يوفر حياة كويسة للناس عشان يساعد المعيشة للمواطنين دي رقم واحد اهم من الحاجات الاساسية لدى البنوك المركزية ومنها البنك المركز المصري لما يكون تضخم مرتفع لازم يأخذ قرارات وإجراءات حاسمة لمواجهة هذا التضخم النهاردة البنك المركزي التونسي عارفين عمل ايه؟ النهاردة رفع الفايدة 7% مرة واحدة تونس تم رفع الفايدة النهاردة 7% من يومين المكسيك قلت لحضراتكم عليها رفعوا 7% كل دولة طبعا بتشوف ظروفها تضخم عندها نسبة كام وبالتالي بتحاول تواجه هذا التضخم عشان ناس يعني تقدر تواجه الأسعار المرتفعة بنك المركزي بكرة لجنة السياسات النقدية عندها اجتماع غدا وهو اجتماع في لغاية الأهمية الجميع ينتظر هذا الاجتماع جوه وبرة المواطن والمستثمر ورجل الأعمال والصانع وكله والعايزة يستثمر في الأموال الساخنة أو الأموال اللي جوه أو اللي برة أو احنا كمان العيشة اللي احنا عايشينها والأسعار المرتفعة جدا والتضخم الكبير وصلنا النهاردة إلى 13% تضخم وده رقم كبير جدا عايزة أقول لحضراتكم في 16-17 كنا 33% اتعامل إجراءات سياسة نقدية مع وضع اقتصادي مع إجراءات دعم من الدولة والقيادة السياسية نزل التضخم لكام؟ 3-3.5% انت بتخيل من 33% بتنزل لـ 3-3.5% بالإجراءات اللي انت عملتها وقتها اتعامل زيادة 10% وتقالك ازاي اتعامل ده؟ اتعامل ده عشان اوصل بهذا الأمر وبالتالي كمان البطالة انخفضت لحوالي 7.5% فإذا لما بتاخد إجراء بتاخد إجراء عشان في الآخر المواطن لما نشوف النهاردة المحافظ كان موجود فيه مؤتمر المصارف اتحاد المصارف العربية وعرض بعض الفيديوهات وبعض وقال تصرحات مهمة وهذه التصرحات تأتي قبل ساعات من اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي اتكلم على طبعا مفيش حد بي واي حد يقول لك يحصل بكرة هي توقعات يعني أنا لما أطلع أتكلم دلوقتي أقول لحضرتك التوقعات محدش عنده معلومة المعلومة هتصدر من البنك المركزي غدا الاجتماع اللي هيتعامل بكرة لكن هيطلع النهاردة حد يقول لك هيرفعه بكرة محدش يضرورك يرفع ولا مش هيرفع ولا هيثبت ولكن التوقعات كلها رحل ايه كل التوقعات وأنا بقولها هو التوقعات وليست معلومات عشان محدش ياخد لا التوقعات كلها تذهب إلى هناك توقعات تشير إلى رفع أسعار فايدة بكرة دي توقعات تاني بقولها عشر مرات البنك المركزي ليه الناس متوقعها هذا الأمر؟ عشان التضخم انت النهاردة عندك 13% طب دور البنك المركزي ايه النهاردة؟ انه لازم يواجه الارتفاع الكبير لمستوى التضخم عشان يساعد المواطنين من أجل المواطنين يعني البنك المركزي لما ياخد أي قرار هدفه الأول والأخير المواطن طيب أنا عندي مستوىاتي النهاردة طبعية؟ لا مش طبعية يعني أنا كنت 3% أوصل ل 13% هذه القفزة الكبيرة تأثيرها على مين رقم واحد؟ على المواطن بالأساس لأنه ده معناه ارتفاع هائل زي ما حالكم بتشوف ده اللي عرضه سيد طرق عامر النهاردة قدام حضراتكم مستوىاتي الضخم اللي كانت عندنا 16-17 33% نزلت بالإجراءات اللي اتخذت دعم استقرار الأسعار وغيره كان لازم تاخد البنك المركزي عمل ايه؟ رفع أسعار العائد 10% وتم السيطرة على هذا التضخم من 33% إلى 3 3-3.5% اللي قدامنا 3% خلينا على ما أعلننا المحافظة النهاردة 3% يعني نزلت بوصة دي حضرتك بالإجراءات اللي انت عملتها طب ده أسرعا أيها طبحة لما نزل من 33% ل3% أكيد كان الوقت عندنا والأسعار وغيره وغيره مختلف تمامنا عن ما كان في 2016 و2017 لما نقدر نتكلم في 19 لحد 22 لحد 22 22 ارتفعت اللي احنا فيه النهاردة بنتكلم على 13 والجهاز المركزي للتعبير العام والأحصى كان طلع تقرير لسبوع اللي فات إنها 14.8 أو 9% في شهر إبريل لكن هنا بنتكلم البنك المركزي بتكلم على 13% ده تقديرات البنك المركزي إذن هناك ارتفاع في التضخم ولا بد من السيطرة على هذا الارتفاعه وبالتالي كل التوقعات بتشير إلى اتخاذ قرارات غدا إلى رفع أسعار الفايدة بس محدش يعرف هيرفعه إيه وليمش هيرفعه إيه وكام وإزاي والكلام ده الناس بتتكلم هل ممكن يعملوا شهادات جديدة ولا لا غير 18% اللي موجودة 18% خلوا بالحضراتكم البنك الأهلي وبنك مصر بيتحملوا التكاليفة عالية لما أنت تتكلم على فايدة أو بتكلم على 18% للشهادات اللي تقترب النهاردة من 700 مليار تقريبا الشهادات من خلال البنكين الكبار محدش يعرف طبعا كل ده البنك المركزي مؤكد لما بياخد قرار بيبقى حريص على الناس حريص أيضا على القطاع المصرفي بشكل كامل طبعا ممكن بعض الناس طبعا ويمكن محافظة النهاردة تكلم على بعض الناس اللي بيطلعوا ويتكلموا كخبراء ومراقبين وغيرهم وقال يا ما معناه أنهم بيكونوا غير موفقين في تقدير الإجراءات اللي بياخدها البنك المركزي أنهم ده المحافظ تتكلم في هذا المؤتمر النهاردة واتكلم المحافظ كمان على طيب قال تصريح مهم تصريح مهم جدا هستمعكم التصريح اللي قاله النهاردة سيد طرق عامر محافظة بنك المركزي لأنه جايز مع هذا التصريح ممكن تبني عليه بكرة ممكن يبقى إيه قلما كلمات 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 كلم يعني فيه رسالة لنا انه البنك لن يتوانى عن اتخاذ قرات واجراءات لكبح جماع التضخم المتوقع في المستقبل يبقى هنا احنا امام تصريح من محافظة البنك المركزي النهاردة امام اتحاد المصارف العربية بيقول هذا التصريح المهم تصريح المهم ده له معنى بكرة يعني لكن انه يجي هذا التوقيت ايضا هو لانه ده دور البنك المركزي دور البنك المركزي انه ما ينفعش ان انا اسيب هذا التضخم من غير مواجهه لانه في الاخر اللي هدفع هذه الفاتورة المواطن وبالتالي لا بد من تحرك البنك المركزي في هذا الاجراء ويكون فيه طبعا مواجهة لهذه الاجراءات وعندنا التجارب البنك المركزي تجربة اللي كانت مهمة جدا في 2016 للصلاح الاقتصادي سياسات النقدية وبالتالي كان الوضع ايه النهاردة بقى ايه ثم بعد ذلك جات كورونا وكان الوضع عندنا كويس جدا لحد كورونا ما جات وكان عندنا تتافقات نقدية كبيرة جدا لحد كورونا ما جات كان عندنا 45 اكتر من 45 مليار دولار لم تحدث من قبل نزلت الى 36 مليار دولار دولار وبالتالي عندنا انخفاض في بعض الاموال الساخنة خرجت من الاسواق المصرية وقال النهاردة محافظ النهاردة الرقم الخمستاشر مليار دولار خرجت خلال 3 شهور ده رقم كبير جدا ولكن قال ايه الاهم قال ايه انه لما خرجت فلوس دي قدرنا نسدد كل فلوس الاجانب يعني انت عندك كان القدرة تسدد اموال الاجانب وبالتالي انه لما سددت وما تأخرتش عن السدد في اللحظة تسدد الاموال دي تسدد اللي عليك بقى فيه ثقة فيك ان انت عندك القدرة تسدد وبالتالي بدأت ترجع مرة اخرى زادت خلال الشهرين 3 اللي فادوا في حوالي 30% دفقات اكتر مما كانت عليه زيادة وبالتالي هي دي الثقة اللي عليه الجهاز المصرفي دي ثقة كبيرة جدا تؤكد انه فيه تدفقات رؤوس اموال على الاقتصاد المصري اللي بقى النهاردة ليه يعني مكانة في رأس المال والاسواق المال الدولية الضخمة بقى الاقتصاد المصري تم ايضا جذب تمويل لمصر لأربعين سنة وده مش كتير بياخد الكلام ده بياخده ايضا لانه ده ما بيحصلش انك بتاخد تمويل على مدة كام سنة؟ اربعين سنة وبالتالي ايضا فيه ثقة في هذا الامر الحكومة اشتغلت على طبعا يعني التلمين الاقتصادية والتلمين الاجتماعي اللي اتكلم عليها النهاردة محافظة البنك المركزي اتكلم على الخروج من الاساسميرين الدوليين والضغوط الاقتصادية انه يجي معاً التضخم وقال ده اللي كان وراء قرار البنك المركزي في مارس اللي فات انه ياخد مجموعة من الاجراءات الاستباقية استخدم جزء من الاحتياطي لدعم الاسواق وصدور الشهادات بفايدة 18% وكان يعني خطوة للحفاظ على سلامة واستقرار السوق في مواجهة الاحداث المتصاعدة واللي كان واللي جزء الرئيسي منها ما يجري ما بين روسيا واوكرانيا وقال ان احنا يعني منحنا وده خلي بال حضراتكم امر بيبقى محترم جدا انت لما حد بيدخل عندك السوق بتاعك وعايز يخرج يتفضل يخرج ما عندكش اي مشكلة خروج اي حد وده بيدي الثقة اي مستثمر دخل باموال عايز يتفضل يتفضل بعد الفاصل اشتركوا في القناة